استدعت أنقرة السفير الروسي احتجاجا على اختراق مقاتلة روسية من نوع سخوي 34 الأجواء التركية في المقابل وصفت موسكو اتهامات تركيا لها بانتهاك مجالها الجوية بالدعاية التي لا أساس لها وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردغان روسيا من أنها ستواجه عواقب أي أعمال غير مسؤولة على غرار اختراقها مجددا المجال الجوية التركية أردغان قال في تصريحات صحفية في مطار إسطنبول أن مثل هذه الأعمال غير المسؤولة ليست في صالح روسيا ولا العلاقات بين الحلف الأطلسي وروسيا ولا السلام الإقليمي أو الشامل وأضاف أنه يسعى للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين تركيا مصيرة على رضي على أي اختراق روسي وموسكو ماضية في تعنتها حتى تخضع مناطق استراتيجية في الشريط الحدودي مع تركيا لسيطرة النظام السوري وقال بيان لوزارة الخارجية التركية أنه جرى تحذير الطائرة باللغة الروسية والإنجليزية قبل دخولها المجال الجوية التركية وتهم البيان روسيا بتصعيد التوتر وقال إن روسيا مسؤولة عن أي عواقب وخيمة من جانبه دعا حلف شمال الأطلسي روسيا إلى احترام كامل للأجواء التركية وطالبها باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان عدم انتهاك المجال الجوي للحلف مرة أخرى يذكر أنه في نوفمبر الماضي يسقطت تركيا مقاتلة روسية بعدما انتهاكت الأجواء التركية على الحدود مع سوريا مما أشعل أزمة بين البلدين أمام الإصرار الروسي على استباحة أراضي الجيران من أجل تحقيق مقارب موسكو في سوريا ومقابله الإصرار التركي على عدم الخضوع لتلك الرغبة تبدو انعكاسات الحادث الأخير سلبية لمحالة على علاقات البلدين التي ما فتأت تشهد فترة هدوء قصيرة يبدو أنه لم يكتب لها أن تتكرس أكثر حنى النامق الإخبارية اسطنبولة ترجمة نانسي قنقر